السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي بالله بسنوية عنا. باذن الله معكم السيد مقلب مدرس مادة الاحياء على منصة زاتوب. ان شاء الله بندق مع بعض المنهج بتاعنا من اول وجديد. حتة حتة تركة تركة فنية فنية. باذن الله كل حاجة بتدور عليها تلاقيها معانا على منصة زاتوب. حبيبي كلكم عارفين ان المنهج بتاعنا منهج بيعتمد على النظام الحديث في الحل للأسئلة وبالتالي انا مش هخش واعد احفظ واعد ام لحشو. لأ انا هخش اشوف المستر بيتكلم على الفنية ازاي عشان اقدر اوصل لا احلى فكرة واقوى فكرة في السؤال. حبيبي كلكم عارفين منهبكم بدء بجزء الدعامة. وعارفين برضو اكتر احنا في شهد 12 انت اكيد اشتغلت. اعارف اكتر ان اول جزء عندك هو الدعامة في النبات. بسم الله شوف كده هنبدأ مع بعض وشوف الطريقة وشوف الشغل ان شاء الله هتلاقي فيه فرق كبيل جدا 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 موفقين مع بعض بازن الله يلا نبدأ ونخش في الفنية. حبيبي احنا عندنا جزء اسمه الدعامة بس في النبات. القصة. شوف النبات ده لمستقيم يعني اي نبات في الدنيا مستقيم وحتى لو جات رياح عامل فيه تمايل النبات ده مسك نفسه لا بيتكسرش بسهولة. طيب. يبقى عنده دعامة. طب ايه الدعامة في النبات? الدعامة في النبات عبارة عن شوية وسائل. ها. وسائل دعامية تدعمه وتحافظ على شكله وتقيه. طيب. وسائل الدعمية في النبات دي او الدعمة في النبات ديت عبارة عن حاجة من اتنين. يقيم هعمل دعامة بدخول الماء. يقيم هعمل دعامة بترسيب مواد. تاني كده. يلا ايه الدعامة بتاعتي? الدعمة في النبات اللي هي عبارة عن وسائل. تحافظ على النبات وشكله تدعمه وتقيه. تحافظ على شكله وتدعمه وتقيه. هي كم طريقة طريقتين. يما هدعم بدخول الماء يما هدعم بترسيب مواد على الجدار الخارج. وبكده هطلع بنوعين دعامة. حاجة اسمها الدعامة الفيسيولوجية. الدعامة الفيسيولوجية بتاعتي انت بتتكلم على دعامة دخول الماء بمعنى كلمة فيسيولوجي يعني بتتكلم على تناول تشريح الخلية ككل. يعني بتكلم ان كل الخلية تتأثر بهذه الدعامة بمعنى ان انا عندي مثلا الماء. الماء لما تخش تخش ازاي بصوا كده معايا هنجيب الخلية اللي في السنتر دي كده او المركز دي كده. والخلية دي اتحجمها واضح قدام عينكم. وعندي الجزء الابيض ده بيعبر عن فجوة عصارية زي ما احنا شايفين. ايه اللي هيحصل? هيحصل ان احنا نحط الخلية دي في الماء. الماء هيدخل بص كده اتجاه الماء وهو داخل. يدخل الماء بالخاصية الاسموزية من خلج الخلية. مسلا عندي هنا ماء. بنسبة كام? ماء بنسبة سبعين في المية ماء. يبقى تيتين في المية املاح. تيتين في المية املاح. ده جزء خارجي او اسمه محلول خارجي للخلية. طب جوة الخلية هنقول مسلا يلا نقول خمسين في المية ماء. خمسين في المية املاح. كده من اللي اللي شبعاني. المحلول الخارجي في مية سبعين. المحلول الداخلي للفجوة العصارية للخلية النباتية في مية خمسين. كده بنسمي دي بالنسبة لدي اسموزيته عالية. يعني لو قرنت في كمية الماء. كمية الماء الاقل دايما لها اسموزية عالية. زي ما احنا مثلا بنكون عطشانين. يعني ايه تشرب وبسحب مية ودخلها بنهم. مش قادل عطشان كده انا عندي اسموزية عالية. لحد ما بطل ووقف. كده اسموزيته بقت منخفضة. طيب اسموزية المنخفضة زيادة ماء كلت املاح. اسموزية عالية زيادة املاح عطش كلت ماء. طيب. دهوقتي ايه اللي هيحصل بقى? هيحصل ان الماء هيدخل من السبعين في المية الى خمسين في المية لحد ما يتساوى. كده اذا دخلت مية صح? دخلت مية. فلما دخلت مية ايه اللي حصل? همدد وهنفخ الفجوة العصرية حجمها هيزيد. ثم هي تضغط على مين? الجزء اللي فيه اشكال ده دي اسمها عضيات. ادي ميتوكندريا. ادي نواء شبكة انتوبلازمية. بلاستيدات. كلنا شايفين الحاجاتها جسم جلجي. يبقى السيتوبلازم بتاعي. لما المية مالية الفجوة. هاي السيتوبلازم ده هينضغط. يبقى فيه ضغط خارجي على ايه? ضغط خارجي او ضغط للخارج بص كده. ضغط للخارج كده. الفجوة بتزق البرة. والسيتوبلازم بيزق البرة لان هو اصلا بيتزق من الفم. يبقى يلا. هيحصل ان الفجوة العصرية تضغط على البروتوبلازم وتدفعه للخارج. فيتمدد. فتنتفخ الخلية. وانتفاخ الخلية معناه اكتساب ايه? ايه? اكتساب دعامة. اكتساب دعامة مين يا استازي? الدعامة الفسيولوجية. اكتساب دعامة الفسيولوجية. عشان المية خلت الخلية تاخد حجم كبير. قب بالك كده بحافظها على شكلها لان الانتفاخ بيملى الخلية. وبالتالي لما هيحصل دفع للخارج. يصبح الرشاء البلازمي متمدد. بتاعتها يباس مرشاء متوتر. متوتر يعني مشدود. زي بالزبط بللونة كتقول ايه في الحرب. نفخناها غاز 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 اما الجازة ده في الحرب. طلعلي بقى فنية من هنا يا مصطر. فنية بتاعتك اني الجدار كان ساميك. الجدار كان ايه? كان ساميك. ايه اللي حصل له? والله الجدار كان ساميك بدأ يحصل له ركة. مع الانتفاخ بيحصل له ركة. فين ده يا مصطر انت جايب لنا الجدار كان رؤية. اهه. بقى ساميك. اقول لك ركز معايا. اللي انا بتكلم عليه? بتكلم على الغشاء الداخلي او الجزء الداخلي للجدار هنا كده. بتكلم هنا كده. حتة دي كده. خلاص? دي تنفخت معايا. تنفخت معايا يعني? يعني رك جدارها. بسبب الانتفاخ. نfting مع علشاء الداخلي للمايتوركوندوليا او بتكلم على الطبقة الداخلي لجدار. انما اصلا الجدار الخلاوي دي طبقة خارجية تانية. دي اللي بتعمل زي دا؟ شايفه ده اذا سمك اللي انا شايفه زي ده ده ده. مش الجدار اللي بينتفخ او بيئلي سمك بسبب الانتفاخ. اللي بيئلي سمك بسبب الانتفاخ. والجدار الداخلي الاولي للخلية. طيب. ده على كده اللي بيحصل. الجدار ده بيتكون مادة مين زي ما انت عادت مادة السليلوز ساعدت ايه يحصل يوم مقاوم راخت ويوم جاي ضاغط ما هو الخلية من جوة ببروتوب لازمها بتتدفع للخالج وراحها تمشي تمشي هتنفجر يوم جاي يقافل عليها يعمل حاجة اسمها ضغط الجدار الجدار بيضغط لجوة وقال لها راحة فين الجاية هتنفجر يبقى طلعت المصطلحين مهمين جدا معي هنا كده على قدتم مع بعض طردية اللي هو كل ما الخلية تمتلق بالماء او الفجوة تمتلق بالماء ثم جاي ضغط على البروتوب لازم يمدافع للخالج باسمه ضغط امتلاء ضغط الامتلاء يقابل من برة زاقة خالجية عشان الخلية ما تنفجرش هنا خلية نباتية لها بدا الخلوة بيتحمى من انفجار عشان ده يحصل وازم يحصل حاجة اسمها ايه بقى ايوه اسمها ضغط الجدار يبقى كل ما تزود ضغط الامتلاء تلاقي في مقاومة من برة بضغط الجدار وانما طلع علاقة اسمها علاقة ها طردية ضغط الامتلاء مع ضغط الجدار علاقة طردية احفظها مهمة جدا في علاقات بتاعتنا طيب السؤال بقى ايه هي بقى احوار الدعمة الفيسيولوجية دعامة تعتمد على وجود الماء اتكسبنا الدعمة الخلية انت فخت ايه رأيك بقى لما ناخد الخلية ديت ونحطها في محلول اعلى تلكيزة تعالى حطها في محلول سبعين في المية املاح تلاتين في المية ماء ايه اللي يحصل هي كانت خمسين خمسين ميتها هنا اكتر من المية هنا المية هنا مالها تعالى شوف معايا بصوا كده معايا شوف مع بعض شوف هنا المية كم المية خمسين المية هنا كم المية ثلاثين لما حط الخلية ديت في محلول او سبت تربة او سبت النبات عشان فترة يوم النبات ده يفقد لمصالح التربة او التربة فقدت ميتها خالص ونبات فيه نسبة مية هيفقد لصالح التربة او حط خلية نباتية او حط بعض البزور في محلول مالح عنها خد يلا هي المية خمسين عندها والمية هنا ثلاثين تجيها هي فقدة لحساب المحلول اللي قاعدة فيه يوم بحصل للمنظر ده بصوا كده جماعة الفجوة عاملة ازاي شوف الفجوة عاملة ازاي بصوا كده الفجوة اديه حجمها قلق ماذا من الفجوة حجمها قلق بضغط الانتوار لقل دغط الانتوار قال يبقى الجدار يرفع ايده مش هزق انا بزق لما لقى حدي بيزقني الجدار ما بقاش يزق وهي اخدت نفسها الجوة والغشاء الداخلي اها يا معدلنا بتكلم عليه بصوا كده معايا بصوا معايا كده شوف السمك ده كده عطار كل سمك شوف كده لما حصل انكماش انكماش اللي حصل حصل ان الجدار او سمك الجدار او الغشاء الداخلي زاد تاني دي كلها مساحة مسافة مسافة سمك خبالك هنا مش موجودة هنا مش موجودة خالص دي الفكرة خلاص يبقى اصبح ان فين كماش فقطت الدعمة الفيسيولوجية لان فقطت الماء اذا الدعمة الفيسيولوجية دعمة مؤقتة مؤقتة ليه باعتمد على وجود الماء وجودة حصل ضغط امتلاء زقيت انتفاخ ضغط على البوتوبلازم جاد دعمة فيسيولوجية محافظة عشاك الخلية حلل خد ديه فقطت الماء اها ابتصاص ماء فقط دماء فقطت الماء فقطت الضغط الداخلي لوضغط الامتلاء ما قدرتش اطلع فين ما قدرتش اطلع وزق البرة تاني ما حافظتش عشاك الخلية خلية ممتنشة وبالتالي فقطت الدعمة الفيسيولوجية لاحظ الله جايب لك جدار خلوي غشاء بلازمي المسافة دي هي اللي بتعرفني السمك المسافة بين الغشاء هي لو حصل دخول الداخل معناها اني الغشاء بعد عن الجدار ده زيادة سمك المسافة دي كلها بتعرفك ان الدعمة مفقودة الانكماش السمك كبير لما ديات لما تختفي معناها السمك قرؤية بسبب الدفع وبسبب الضغط الداخلي كويس الكلام هبقي بكده الدعمة الفيسيولوجية بالنسبة لنا كتريكات خلصة بس تعني اخد امثلة بسرعة كده بقى الرجل الفكهاني او الرجل الخضري بيسيب الخضارة بتاعه كده او الفكهة بتاعته كده ولا بيقعد يرش علىها مية عشان عارف ان الشمس طول النهار بتفقدها مية بقى هنا بقى فيه حاجات ممكن تأصل على الدعمة تخيل الشجرة دي او النبات ده موجود في تربته كده وليقيت عنده زبول ايه بقى ده فقد ميته فقد دعمته السمرة انكمشت فقدت ميته فقدت دعمتها عندي مسلا دي مسال على بزور البسلة غضة طرية هتتوسمها شوية بروة للمدة يوم او يومين هتلاقي بدأت تنكمش يبقى دي اتطاقة بالنبات اتطاقة تاني في المية بدأت تنتفق النبات انت زرع على السطح عندك في بيتك في اصلية الزرع بتاعتك او في اي دلوة عندك او اي جلد الزرع عندك خد الحاجة دي ويسيبها تعتش لمدة ثلاثة اربع اسابيع في جو حار هتلاقي بدأت تزبل اتفضل انقذها بمية تلاقي بدأت تستعيد السيقان استقامتها مرة اخرى ازاماروية يبقى الانتفاق بيحصل ويخلي الخياة تنتفق من جديد اتفقنا بقى في بقى عوامل بتقص اللي هي بقى انت معاك حاجة اسمها النتحة ومعاك حاجة اسمها البناء الضوئي حاجة اسمها الانتصاص كم لفز ثلاثة يلا يا وحش هقول مين ومين ومينها النتحة البناء الضوئي الانتصاص بص معايا النتحة النتحة معناها فقد لو جاب سيت نتحة بس نتحة بس ماله ده بيفقد فلما فقد بفقد دعمة في السيوجية نتحة معناها فقد دماء يبقى هاوصل للصورة دي ولا للصورة دية لا اوصل للصورة دي لفقدت دعمة في السيوجية فقد الماء فقد الدعمة في السيوجية خلاص كده طيب امتصاص امتصاص يعني امتصاص اه فقد ماء ده نتح يا جماعة والله نتح اه امتصاص النتح يفقدني الماء يفقدني الدعام الامتصاص يكسبني ماء يكسبني الدعام حلو الكلام يبقى النتح والامتصاص مفهود عكس بعض بس فيه حاجة الاستاذ بناء ضوء الحج المعلم الكبير بتاعنا بناء ضوء ده عبارة عن ايه عبارة عن عملية بيتم فيها استهلاك الماء عشان اعمل بينا وناتج اللي هي الجلوكوز والاكسوجين واخده هاضي انت وانت بتعمل ده خليك عارف ان بناء الضوء بينتج جلوكوز بينتج ايه جلوكوز فالجلوكوز هيزيد فين هيزيد في الفجر البناء الضوء لما يحصل يعمل ايه هيزود جلوكوز لما زود جلوكوز اكيد بيخسر دعامه ما زودت جلوكوز يعني قليلت مية يقوم يجبل على ايه عالانتصاص بل بناء الضوء لما بيزيد استهلاك مية استهلاك المية يسببني ان اعمل ايه اعمل امتصاص يبقى البناء الضوء ممكن يبقى احد ازباب التسايا بالدعامات السيولوجية انه هيزود جلوكوز ولما زود جلوكوز اللي هيحصل هيبدأ يعطشني فانا انا كخلية الحق نفسي واعمل امتصاص اتفقنا كده طيب كمان النتح ممكن لما يزيد نضطر ان نعمل ايه امتصاص ببص بقى كده في النبات دايما كده زالت معدل النتح هابدى ارد واعمل امتصاص بس لو خصلت كل واحد لوحده ده لوحده اخيال بس يا عمال امتص من غير النتح يبقى بنفخ الدعامة او بزود المية نفق اكسب دعامة في السيولوجية طيب عمال انتح من غير امتصاص بخصل دعامة في السيولوجية كل واحد لوحده انما الاتنين مع بعض مفوض ان هم ترضيين ليه مستري عشان خاطر الفقد لما بيحصل النبات في تربة يعني فيه مية متصلة بيه الفقد ده هيحصل الانتصاص يتم وراه على طول بناء الضوء يستهلك شد انتصاص ماشي يا جماعة يبقى هم بيبقوا ترضيين مع بعض لما يكونوا مع بعض عكس بعد لما كل واحد لوحده او اتكلم على كل واحد لوحده لو او ده حصل من غير ما ده يحصل ده حصل من غير ما لا يحصل نصلا كده بيهزل الله تكون اترحمه حبايب الحلوين احنا كده بنفنش دعمتنا الفيسيولوجية بفنياتها بتركتها خش معي على دعامة اخرى في النبات اسمها الدعامة التركيبية تعالوا يا اصدقائي هنشوف مع بعض كده هلا اصدقائي كده بص معي قدامك اهيه بس انا بك اتكلم في كهامك تاني خالص بقى مختلف اللي هو ايه بقى الدعامة التركيبية كلمة الدعامة تركيبية يعني بتتكلم على ترسيب على جدر الخلال الخارجي شوف معي بكل ودوق بقى انسى بقى ان ده حوار ايه حوار ما هي قدامك خلاص احنا اطلسنا منه طيب بص ليه كده شوف انا هعمل ايه ايه لك في القصة دي كده براسل على جدر من بره صح لا اسمه ترسيب ها خارجي صح كده ترسيب الخارجي دوت معناها انك انت بتقفل عن خلية من بره دلوقتي ايه خدت مياه دلوقتي صح خدت مياه فانت او سيبتها كده ممكن فيه صغور صغور تفقد او الخلية ديت تفقد عبر الصغور بتاعتك بتعمل ايه سيادتك تقول جاي انت قافل على الخلية من بره ترسيب على جدر الخلال خالجي خصوصا لو خلية بشرة لاني بص كده هنعمل ايه شوف المنظر ده كده ادي خلية 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 اسمها خلية بشرة جواها خلية تانية لاني باتهوت دي خلية بتاعته خلية 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 ديت بيبدا يتوصب عليها من بره ايه اتوصب عليها من بره مادة كده مادة لكم مسلا نشوف بص كده ده المنظر ايه المادة دي كده ترسيب على الجدار الخالجي للخلايا قصوصا لو خلية بشرة هنا عندي اللي هي المنظر ده برضو هه ترسيب على الجدار الخالجي للخلايا بصوصا لو خلية بشرة طيب سؤال كده انت عملت ايه كده انا عملت دعامة لاني غلزت في دعامة الكبير يدعم الترسيب الحاجة التانية انت عملت ايه انت حافظت على الميا اللي موجودة لان المادة اللي هتتلصب ديت مادة المنفذة للماء وهنا باتكلم كمثال على مادة الكيوتين بنا عندي مين ها اول حاجة ها الكيوتين ماله الكيوتين الكيوتين مادة ترسيبية على جدار الخلايا الخالجية اذا دعامة ترسيبية الدعامة الترسيبية ترسيب بعض المواد الصلبة على جدر الخلايا او على اجزاء منها لتعليف بتاعك طيب هدفها ايه بقى هدفها انها بتدي صلابة بتدي كوة تدي حماية تدي تغليز تدي شكل كل ده موجود معا طيب المثال اللي عندي الاولاني الكيوتين الكيوتين كده اتخذ معايا بيشترك في الدعامتين يا حبيب دعامة تركيبية او دعامة ايه فيسيولوجية تركيبية ليه تركيبية ان هو ترسيب على جدار الخلايا بس انها فيسيولوجية لانه مادة غير منفذة للماء هتلنع فضل الماء ثم الكلية تحافظ على يزبط الماء اللي هوها في الفجوة وبالتالي اتتسبت ان اعين الدعامة دي حالة في حاجة تانية مهمة جدا جدا خب بالك برضو هعملك نفس الاسمة بس بشكل مختلف تبص كده انا عندي خلايا بشرة برضا ادي خليط بشرة خليط بشرة خليط بشرة وبعدين جواها خلية عادية خلايا كشرة او غيرة وبعدين عملت ايه انا بقى جبت لك مادة ورصدتها من تاني بص كده اللي انا مرصبها تلوقتي دي اسمها ايه كيوتين بره صح خب بقى في الجديد الجديد اللي بكارم عليه هنا كده تعالي يلا 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 ايه اللي انا شايفه اللي جوه ده ترسيب داخلي اهوت صح هترصب جوه يبقى دخلت في بروتوبلازم الخلية يبقى انت بتعمل موت اي حاجة ترصب ترسيب داخلي بتساعد في موت الخلية وانتحرها اي ترسيب داخلي يعمل على موت الخلية اي ترسيب داخلي يعمل على موت الخلية تمام كده بص حبيبي المادة اللي ترصبت جوه دي بنسميها كده بنسميها مادة الفلين مادة ايه الفلين لا يا استيز مش فلين خالص خلية دي اسمها خلية فلين بيترصب جواها حاجة اسمها السيبرين يبقى دي خلية فلينية ماشي بص اللي ترصب جوه ده اللي موتها ويخلي الخلية الفلينية خلية غير حية مادة اسمها السيبرين السيبرين تمام كده يلا يا باشا كده اخدت كم مادة اخدت مادتين ها الكيوتين ترصيب خارجي لخلايا خارجية وتمنع فقد الماء بتخش في دعامة فيسيوجية وتركيبي السيبرين السيبرين ترصيب داخلي لخلايا خارجية خلايا الفلين اللي بتترصب على الخلايا من برا لانها بتمنع دخول المكروب الفلين برضو هياخده في المناع يعني بمنع دخول المكروب الحاجة التانية ان انا برصب جوه سيبرين سيبرين بيقفل يمنع مية بس بيماوت الخلايا وعمل تسلم دي دعامة حل قد بقى حتة كمان ايه رأيك في المنظر ده يا صاحبي بقى ايه الجمال اللي هاين مصر هعملوه دلوقتي ده شوف كده هعمل ايه انت لو عملت كده رصبت من جوه كده تركز بقى بس المرة دي رايح ترصب في انواع خلايا غير الفلين وبالك ترصيب داخلي زيه زي مين زيه زي السيبرين اللي في الفلين يلا يا عم بص معايا هرصب داخليا لخلية زي دي كده بس اسمها خلايا بقى اسمها خلايا الاليار او اسمها الخلايا الحجالية دول تبع نسيج اسمه نسيج اسكالرانشيمي دول مالهم دول عبارة عن خلايا ميتة اللي موتك وخلكي صلبة ان يترصب داخليا عندي حاجة اسمها اللجنين واللجنين بيترصب جوه ويموتني يموت الجوتوب لازم يبقى ترصيب الداخلي دايما بيعمل موت عندي كان حاجة ترصب داخليا حاجة ايه داخلي الخلايا داخلية ده اللجنين يتصب على الالياف والخلايا الحجرية وده بيكون نسيج اسكالرانشيمي اللي هو كان اصلا خولانشيمي وحي لحد ما ايه اللي حصل لحد ما اللجنين يتصب من جوه يموت الخلايا تبقى خلايا صلبة اسمها خلايا الالياف او خلايا حجرية طبعا نسيج اسكالرانشيمي اسمه تلسيب داخلي لخلايا داخلية غير الفلين رصبنا سيوبرين داخلي الخلايا الخالجية اللي هي الفلين كده انت بتعمل ايه كده بعمل موت برضه بس الترصيب مختلف بقى حسب المكان طيب ما نسل حاجة كمان اسمها السيليلوز السيليلوز بيترصب على جدر الخلايا من الخالج بس الخلايا داخلية والهدف هنا مش منع معرفق دماغ لان السيليلوز منفز للماء اساسا خلاص كده اللجنين ده ممكن يبقى هو اللي ايه طبعا انا بكلم على ايه بكلم على اللجنين اللجنين خلاصا السيليلوز بقى بيترصب على خلايا من بارله كده ده السيليلوز بس تكون خلايا داخلية بيعمل لها عمليه صلابه او بيبديها صلابه وهنا السيليلوز بتاعني يلا عايز عارف وظيفتهم بقى اللجنين والسيليلوز السيليلوز طبعا بيترصب على جدر الخلايا البارانجيمية من بارله يحاولها نسيك كولينشين تاني اي خلية قدامك حية كده زي ما انت شايف خلايا برانشيميه هاتقصب عليها سيلولوز اضافي من بره بقى اسمها كولانشيمي ولسه حيه زي ما هي تدخل لها بعد السيلولوز تدخل لها لجنين من جوه يبقى انت بتموتها وتحولها من كولانشيمي لسكالانشيمي تاني برانشيمي غطيه بسيلولوز بقى كولانشيمي كولانشيمي عليه سيلولوز من بره اضافي جدار اخر دخلوا من جوه لجنين يموت ويبقى اسكالرانشيني ومثاله الياف وخلايا حجالية تقسيب مادة اللجنين دي كلها اشكاية دعانة بتاعتنا ووظيفة اللجنين والسيريوز اكساب النبات صلبة وقوة تمام الكيوتين منع فقد الماء السيبرين بدي دعانة خارجية ويمنع فقد الماء تتنساش دي حالات مهمة جدا اوعى بضيع منها اذا كده بخلصت معايا الدعانة التركيبية بفنياتها بكريكاتها بحركتها نبدأ نخش مع بعض على جزء تاني اللي هو الدعانة في الانسان بسم الله جزء مهم وعظيم شد مع اخوك اللي بيحبك وجاي ينقذك كورس الانقاذ حبايبي يلا بصي معايا كده هتتكلم معايا على الجهاز الهيكلي في الانسان يلا بسم الله دوص كده الدعانة في الانسان بتتكلم معايا جهاز الهيكلي طيب الجهاز الهيكلي كلمة جهاز الهيكلي يعني ايه جهاز الهيكلي يعني بتكلم على خمس حاجات حاجة اسمها هيكل عظمي لو قدام عنايا خلص كده قدام عنايا هنا كده حاجة اسمها غضاريف حاجة اسمها اربطة حاجة اسمها اوطار حاجة اسمها مفاصل ده جهازك الهيكلي كل جهازك الهيكلي كده طيب الاول بس تبقى عارف ان انت بتاخد كل حاجة لوحدها بتفصيل مهم جدا بس يا استاذي ايه وظفت الجهاز الهيكاية ده الجهاز الهيكاية ده هو اللي بيحمي عضائك الداخلية اه ما انت عندك هيكل عظم اه بيحمي مسها من قلبه ورقتين قفز الصدق الهيكاية الهيكاية ده هو الجنجوا بتحمي مخ كده يعني ناخد الحاجات ده يعني خلاص طيب يعمل كدعامة رئيسية للجسم وبالك ازاي لولا هيكلك او جهازك الهيكاية ده كده انت جسمك مش شايل نفسه صح جسمك مش شايل نفسه طيب يبقى جهاز الهيكاية تاعنا ده هو بيعمل حركة ده جدا 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 الله يحمي عضائي الداخلية يساهم في الحركة خلاص كده لولا ما فيش مفاصل فيش مفاصل ما فيش حركة فيش اربطة واوطار تبدأ تساعد في الحركة خلاص الجهاز الهيكاية بتاعك هو دعامتك الرئيسية الاساسية طيب من البلنس اللي احنا هنتكلم عليه بنبدأ بالهيكل العظمي هيكلك العظمي ده اولا تحفظ كده ان هو ميتين وستة عظمي كم الرقم يا استاذي اه ميتين وستة عظمي متقسمين ازاي هيكلك العظمي حكتين حاجة اسمها هيكل محوري اساسي لا غنى عنه اي خسرة لي انتميت حاجة اسمها هيكل طرفي حاجات طرفية ممكن تعيش من غيرها ممكن ممكن تعيش من غيرها مش اساسية او في حياتك طيب المحوري كان ثمانين عظمي والطرفي كان من ستة وعشرين احسب من ثمانين زاد من ستة وعشرين يديك كام متين وستة طب تعالي كان نشوفه بص معي برلاحة هنا الجزء اللي قدامي ده اسمه هيكل محوري تمانين عظمي تعالي نحسبهم يلا كده عندك جمجمتك كام جمجمتك اهاية تسعة وعشرين جمجمتك تسعة وعشرين ببتتكلم في ازاي ماشية هتحفظ معي وهنشوفه بعد كده عندي حاجة اسمها الجزء المخي اللي هو الخلفي للجمجمة ده كده تمن عظام والوجل فيه اربعتاشر كده اثنين وعشرين ومعي عظيمات سامعية ان انت عندك هنا فيه تلاتة وهنا فيه تلاتة خلاص هتشوفهم انت معي السندان واللكاب ها والمتركب تركب سندان الكاب خلاص كده دول تلات عظام تلات عظام هنا في اليمه التاني وعندي عظمة هنا اسمه العظمة اللامية واحد عظمة لامية خلاص كده طيب وانت كده معك سبعة واثنين وعشرين تسعة وعشرين. دي جمجمتة. تعالى. خش معايا على القفص الصدري. اريحك بس في حتة جاندة جدا. ده لما يجي ده كنت تعمل كده. ده كده عبارة عن ابقاء بص 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 بص. سبعة وتلاتين عظمة. يا استاذ بتقول ايه? بتقول يا مستاري. كمسة وعشرين اهمة. اقول لك فوق مروحة كده. انت ده بقتي لو تطلع معايا. بص كده. مين ده? عمود فاك. محسوب معاه دول. كان فاكرة زهرية. اتناشر. دول لازم يتغدوا مع القفص الصدري. قفصك الصدري. في كم فاكرة زهرية? في اتناشر. بيخش ويكملوا مع الضلوع عشان نقفل القفص. فالقفص محسوب له كام? سبعة وتلاتين. ازاي ما هو خمسة وعشرين? حبيبي. خمسة وعشرين. دول قص وضلوع. وهو ما قالش سبعة وتلاتين لانه حاسب الظهرية مع العمود الفقر. عشان يطلع لك التمانين عزمة مزبوطية. خلاص? انما انت وانت بتتكلم مع القفص لازم اخد الاثناشر فقرة من العمود واضفهم معاه. ده كلام خلصان. فبس رجل ناقصهم هنا ليه? عشان هو هسيبهم مرة مع مين? مع العمود الفقري. وبكده ما يحسابش مرتين عشان يطلع لك التمانين عزمة مزبوطية. طيب. شوف معايا بقى. العنوكية بتاعتنا او العمود طبعا القفص الصارلي كام? سبعة وتلاتين. لما خامسة وعشني قدام هما واحدة قص وعشرين ضرع. وبناخد اتناشر زهرية من العمود نضفهم هنا. تمام? الا بقى لو عايز تشيه عشان تحسب في الهايكل او الهايكل محوالي ماشي مش مشكلة. طيب. يبقى كده اخدنا جمجوم اخدنا قفص. ادي العمود بقى. العمود الفقري بتاعك يا حبيب قلبي. عمودك الفقري عبارة عن سبع فقرات عنقية. اتناشر زهرية. خمسة قطنية. خد بقىك ملقم ده كده. خمسة عجوزية. هنا في خمس فقرات. بس منهم عظام ملتحمة حسابهم واحدة بس. يبقى كفقرات خمسة. كعظام كام واحدة بسبب الالتحال. وعندي هنا اربعة. اسمهم اربعة عصوصية. اربع فقرات. بس ما لهم؟ الرجل قالك ان هما برضو ملتحمين. سابقوا عظمة واحدة. هنا عندي كام? سبعة واثنشرة تسعتاشر وخمسة اربعة وعشرين. دول اسمهم يا جماعة فقرات متمفصلة. تخد معي دلوقتي حالا. فقرات متمفصلة. بينها فواصل غدروفية. او مفاصل غدروفية. هنا تسعة تحت اهمة خمسة واربعة تسعة. بس يحسبك عظمتين اتنين. دول اسمهم فقرات ملتحمة. وبالتالي تحسبك عظام. بنت عندك كام عظمة؟ عندي ستة وعشرين عظمة في العمود الفقري. ستة وعشرين. ومعايا خمسة وعشرين. ومعايا فوق تسعة وعشرين. كلهم بتمانين. بص معايا بقى في اليمة التانية كده. لما نروح نجيب الهايكل الطرفي. كام? مية ستة وعشرين عظمة. تعالي. اطلع. معاك حاجة اسمها حزام صدري. بص 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 بص. وطرفان علويان. يلا الهايكل الطرفي ايه? حكتين. حزام صدري. طرفان علويان. اكتافي ودرعاتي. وحزام حوضي الحوض بتاعي ورجليني اللي تحت. حزام حوضي هوط دامك. وطرفان سفليان. هناخدهم بالتفصيل. طبعا الرجل حسدك بقى ايه اللي كانت في القوي? احنا مش هنخش في دي دلوقتي كله جاي. ان شاء الله الحصة الجاية او نص الدرس الحصة الجاية بنكمل في ده كله. الدرس الاول عندك بتاع الدعامة. اتخذ على محضرتين. ان شاء الله منسيبش حدفيه خالص. استحمل معي. وهديك تريكات قوية. ان شاء الله ربنا يوفقنا مع بعض. حبا يبني. تعالى بقى ناخد الاستاذ هيكل محوري حاجة حاجة مع بعض كده. يلا يا حبيب قلبي. اطلع مع اخوك اللي بيحبك. الله تعالى. اول برينس عندنا. البرينس بتاعنا اللي قدامنا ده اسمه ايه بقى? اسمه يا استاذنا العمود الفقري. اول حاجة بناخد ده. ها العمود الايه? العمود الفقري. ما هو العمود الفقري? قسم معي بقى كده. متقسم خمس مجموعات. يلا. بص كده. اول مجموعة عندك اسمها مجموعة الفقرات العنقية. هنا ما بص عليها. يلا على طول انا بشرح فنيات على طول. خش على طول فنيات. خلص. اول ما خش عليها. اللي انا نفسي بتكلم في ان فيه فقرة اولى. الفقرة الاولى ده ده شكلها يتحفظ. يتبقى دي اول شكل. فيه شكل عندك. وبعدين. الفقرة التانية لها شكل اخر. كده فيه شكلين. وبعدين الفقرة. ها دي فقرة واحد. فقرة اتنين ها. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. كده العنقية كام? سبع فقرات. الاولى بشكل. التانية بشكل. والتالتة والربعة والخمسة والستة. الخمسة دول بشكل. ده الشكل التالت. كده ثلاثة اشكال. العنقية الواحدها فيها كام شكل? ثلاثة اشكال. طيب. كمل اشكالك كده. اطلع معايا. دص معايا كده. ها. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احدشار اتناشر اتناشر فقرة ظهرية. الاثناشر فقرة ظهرية يا مستر ما لهم؟ دول وحدهم بشكل. كده الشكل لقم كم؟ الشكل لقم اربعة. كم؟ اطلع ها؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس فقرات قطانية قدام عينيك. خمسة قطانية. بكم شكل؟ بشكل. كده ده الشكل لقم خمسة. وبالك بص كده معي. لاحظ حاجة. بص كده. هنا الفقرة دي. والفقرة ديت من اوضح الفقرات. واقصرهم الفقرات وضوحة ان هي الفقرة قطانية اللي قدامك ديت. واضح جسمها كويس اكبر جسم. واضح فيها انتوقاتها بشكل كبير. كل دول بيقولولك ايه? بيقولولك ان اكتر فقرة نموذجية تقدر تشتغل عليها هي الفقرة القطانية. يبقى يلا يا مستر انت مغششتناش. اسمها ايه? حبيبي انت مصغير. اسمها فقرات عنقية. اسمها ايه يا مستر? اسمها فقرات ها? زهرية. اسمها ايه يا مستر? اسمها فقرات قطانية. واحدة واحدة. خاص اشكال واعين اخش عن انت عايزه. بعد كده بتخش علي ايه بقى? ايه دي شكل. شكل موحد. اللي هو فقرات عجوزية خمسة ملتحمين. دي كلها لبعضها كده. اسمها ايه بقى? مجموعة فقرات عجوزية كلهم بشكل واحد. بس في منهم كبير وصغير. دي اكبر واحدة. اصغر شوية اصغر اصغر اصغر. يبقى الحجم بيقل ونزل لتحت. ده لا شكل. مش شكل لقم ستة. كده ستة اشكال. ودي العصاصية الاخيرة معايا تحت. اللي هي الشكل لقم سبعة. كده عندي عدد اشكال او الاشكال العمود الفقري او اشكال فقرات العمود الفقري. سبع اشكال. سبع انواع اشكال كمان. يعني كل شكل مجدعه بالتاني. خلص الكلام. تعب انا نعمل حتة فنية مهمة جدا. ايه هي يا صديقي العزيز. انت شايف دلوقتي. وننازل كده. وننازل. هاحفظ حاجة. العنقية دي حجمها متوسط من حيث الحجم متوسطة. والزهرية اكبر منها قليلا. كان الحجم بيزيد ونازل لتحت. اتفقنا. كمان هتنزل عند الفقرات القطنية ودي فقرات بتقابل تجويف البط. بص كده وسطك كده. قال لك اه قطنية تقابل النهار. يبقى قطنية بتقابل مين? بتقابل تجويف الايه? البط. حلم. والقطنية ديت اكبر فقرات جميعا. يبقى بالتالي الحجم بتاعك مالو? ها يلا معايا كده. الحجم يزيد من اعلى الى اسفل. زيادة حجم. بس في مين? في السلاسي اللي فوق ده. اللي هو مين ها? عنقية. ظهرية قطنية. المجموعة دي اسمها مجموعة فقرات متمفصلة. ما بين كل فقرة والتانية فيه فاصل او مفصل غضروفي. حبيبي. اده انت عندك هنا ايه? عندي اربعة وعشرين فقرة متمفصلة. وبيساوي برضو اربعة وعشرين عزمة. الجزء اللي فيه الفقرات بتساوي العزمة هو الجزء المتمفصل. عنقية. ظهرية قطنية. تزداد في الحجم كلما اتجاهنا من اعلى الى ايه? الى اسفل. اذا اكبر الفقرات يا رقم كام? اربعة وعشرين. ده اكبرهم جميعا حتى اكبر المتمفصلة واكبر الملتعية. طيب. فيه حتة. تعال قبل ما نخش على غيرها. هنا بما انك انت قلت ليه متمفصلة نوع المفصل فيها اقولك مفصل ها غض رو فيه. بس تعالى خش معي على المفاجئات الجميلة. يلا عم من غير لون. تعالى ناخد لون. اصفل. دلع نفسك معي يلا تعالى. قل. حتة دي بين الفقر اقول الفقر التانية مش هحط فيها لون اصفر. ما فيهاش كرس غض روفي. تعالى كرس غض روفي كرس غض روفي. بس عد معي واحد اتنين ها تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة ستة سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين كام كرس غض روفي تلاتة وعشرين ايه ده اربعة وعشرين يبقى كده عدد الفقرات بيزيد عن عدد الاكراس الغضروفية او عدد المفاصل الغضروفية بايه بواحد لان اول فقرة وتاني فقرة مفيش بينهم غضروف. طيب هاسأل سؤال تاني الفقرة دي اللي قدامي ديت يا عم غير اللون بقى يا مستر بقى ده اللون اصفر ده تعب عينينا حاضروا ولا تزعلوا خد معي هدى بص كده انت عندك الفقرة دي اللي هي رقم كام تعالي سبعة بيه تمانية دوت كلهم اتناشر بديها فقرة تسعتاشر هه تسعتاشر الفقرة الاولى كطانية هي كام عشرين طيب الفقرة الاخيرة كطانية اربعة وعشرين يلا خد مني بقى عايز اجيب راقم الكرس الغضروفي ده ده كام ما انا قلت ان ده تاتة وعشرين ده كام اتنين وعشرين ودي الفقرة كام ده الفقرة تاتة وعشرين ده الفقرة اتنين وعشرين ده الفقرة واحد وعشرين الفقرة تاتة وعشرين شايلها الكرس الغضروفي رقم اتنين وعشرين تنساش ان الكرس الغضروفي بتاع الفقرة هو تحتها كل فقرة كرسال غدروفي ماله اللي تحتها ليه تعال الاولى ملهاش كرس يبقى التانية لها كرس او التاني الاولى ملهاش كرس التانية مالها التانية لها كرس غدروفي خلاص يبقى الكرس الغدروفي رقم واحد للفقرة رقم اتنين وهكذا وصله طب المحب اجيب بقى رقم الكرس الغدروفي اجيب رقم الفقرة مقاس واحد تعال ها دي الفقرة كام 23 كرسال غدروفي هيبقى 22 لان اخر كورس عين 23 يلا رقم الكورس الغروفي يسوي رقم الفاقة نقس واحد خلصنا بقى كده هات نفسه هات كده ولا سح حطها قانون ولاح نفسه طيب خباك بقى مضغوط مين اكثر فاكرة محتمل للضغط 24 لانها شايلة كل اللي فوق طيب مين اكبر كورس غروفي شايلة الضغط 23 يبقى يلا مين متحمل ضغط اكتر الفاكرة 23 ولا الكورس 22 لأ كورس ده كورس 22 بتاعه با دايما الضغط تحت اكتر طيب الفاكرة 24 شايلة ضغط اكتر 23 لا اربعة واشتر شايلة ضغط اكتر واكتر طيب الكورس 23 شايلة ضغط اكتر واكتر وصله يتحمل ضغط الفاكرة ضغط الفاكرة متشال على الكورس الغضروفي بتاعه اللي هو منفصل غضروفي وده منفصل للمحدود الحركة بيبدأ بيسموه كده ايه محدود الحركة جدا بيخلي بس في طلقه على الظهر كده او حركة بسيطة بالظهر. كده تكلمت على ذات الحجم. انت يازل بقى خش بقى على حتة الجنبة جدا. ان انت تتبع عالف في حاجة مهمة جدا اللي هي ايه بقى. انت عندك هنا في مين? في حاجة اسمها في قطعة جزية. قاعدة مسلسة. اكبر حاجة فيها مين? رقم واحد على جزي. ياليها اتنين. ياليها تلات. ياليها اربعة. ياليها خمسة. بنزل ها حجم بيقل يقل الحجم. الفقرة واحد عصصية اتنين تلات اربع. هيقل الحجم بس يقل العدد. كنت خمسة بقى تربعة. بس الحجم بيقل التحت. يبقى الفقرات الملتحمة اللي عندي دي كده كعظمة واحدة. ملتحمة مدام ملتحمة يبقى تخلو من النتوءات المفصلية. بس كده المنظر ده عندك نتوءات هاي. النتوءات ديت بسبب ايه? المتوءات ديت هي اللي بتخلي. تأكس في اللي دي مهمة جدا. النتوءات هي اللي بتخلي فيه تمفسر. في ايه? في تمفسر. ازاي? تعال معي. تخليك معي هنا وهتجعلك تاني. تعال. بص كده. ركز. التركيب بتاع الفقرة بتاعتنا جبنا الفقرة مين? فقرة اللي قدامي اسمها الفقرة النموذجية. فقرة ايه? النموذجية. مالها الفقرة? فقرة النموذجية بتاعتي ديت هي فقرة قطانية. الفقرة القطانية بتاعتي دي هي اكتر واحدة واضحة لانها اكبر حد عشان كده فاشتغل عليها كويس. بص منظرة. عندك حاجة ساعة تسميها جسم الفقر. ادي جسم الفقر. الجسم دوت ماسك. تشايفها اها يا عم يلا اها جسم الفقر. جزء دوت ماسك فيه من الجانب كده نتوآن مستعرضان. ها? زائدتان عزميتان يتصيلا بجسم الفقرة من الجانبين. وبعدين هلاقي نفسي داخل في ان في حاجة اسمها انتوء مفصلي امامي. خب يا لكن ده الفقرة دي محفوظ ان اها عاملة كده بس. قد ما كان هي صح تبقى عاملة كده. الامام بتاعه هو اللي فوق. يبقى الامام بتاعها فين اللي فوق. والخلفي اللي تحت. يبقى امامي اللي فوق. الخلف اللي تحت. يبقى الامامي. ده كده جزء علوي ليها. لما مياتها تقف كده. دي الفقرة. طيب. والخلفي جزء سوفلي ليها. هشوف دلوقتي معايا. وهن النتوء الشوكي. اللي هو جزء ما اللي اسفل. يبقى وراء. وهو اللي هملك حاليا بالوقتي. بص كده. بتاع معاي بص. مين ده? ايوا. تعال. خش. ما ها جانبي يلا عندي نتوء مفصلي امامي اللي هو الجزء ده كده ده كده انتوء مفصلي امامي ده كده ده امامي اللي هو فوق ده كده بص كده ده فوق اماميها ده امامي ماشي وبعدين نتوء مفصلي خلفي اللي هو الجزء ده كده هتا دي كده وبعدين نتوء شوكي ده الزق ده اللي فيها المقيل الاسفل بعدين فيه نطوق جانبك ياسم نطوق مستعرد اتفقنا اللي هو عندك ده مستعرد ده مستعرد اللي هو جايب كده والتجويف ده عشان يمسك في الضلوع وهنشوف بص معي تعالى تاني ها اللي انا شايفه نطوق مستعرد جانبي وامامي بيكون اعلى خلفي بيكون اسفل والشاوكي زي ايه ده مقيل الاسفل طيب مين شايل مين بص بقى لك اسمعي كده النطوق المستعردان دول شايلين مين شايلين النطوقان الامامية وبيتصلوا بالضلوع من الجانبين تمام مش جسم الفكرة ده عبارة عن جسم او عبارة عن جزء امامي ساميك وبيمسك في الضلوع يعني الضلوع ده بيخش كده بص رمحة الضلع بيه كده ده الضلع بيجي يعمل ايه الضلع بيجي يلكب كده يخش في المستعرد ويخش يلبس لحد ميل يلزق في الجسم يبقى الضلع بتاع الكفز الصارلي بيمسك في جسم الفقرة يلبس لحد هنا كده يجي لحد هنا كده يلبس ها يعشق خلص كده جسم الفقرة وانتقها الايه المستعرة طيب كمان في عندي لنتقل المستعرة تشايل لنتقل مفصلي امامي طب عندي لنتقل الشوكي لنتقل الشوكي ده وقت شايل لنتقل مفصلي خلفي الزيادة للأسفل دي شايل الخلفي طيب وعندي حاجة اسمها حركة شوكية لتجويفها عندي الحلقة الشوكية دي راس بسموها حلقة عصبية لان هي جواها قناة عصبية يبقى الجزء اللي برده دوت اسمها حلقة شوكية جزء عظمي ووافرها اسمها قناة عصبية بيمشي من خلالها الحبل الشوكي بيمتد فيها عشان يوحمة طبعا طيب كمان هي مسكة في جسم الفقرة ها من الخلفي يعني ده جزء كله خلفي بس طبعا للحركة دي كمان شايلة النطوق الشوكي يبقى الحلقة العزمية دي او الحلقة الشوكية بتعمل ايه دي بيمشي فيها قناة عصبية عشان تحمي الحبل الشوكي كمان هي شايلة النطوق الايه النطوق الشوكي اللي هو النطوق اللي مسك في الحلقة الشوكية اللي هو زائلة الخلفية مقلة vacunية طيب كمان بس ان خاص طماف settle كده ولا اتجاعة كتاني بص معي للا اسمها الجنب اللي جاي دي كده بص معي الله تعالى بقى تعالى جمال 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 دي فكرة ده جسم فكرة جسم الفكرة لكس الفكرة دي هتوليكم مثلا هنقول لكم كام الفكرة رقم عشرين يبا دي كام واحد وعشرين دي عشرين دي واحد وعشرين ات مفصلت معاك في كم موضع ركز قري اول موضع جسم مع جسم وبيننا كورس غدروفي اها ده الكورس الغدروفي رقم كام اها يا حبيب رقم 19 لان بيحسب للفكرة اللي فوقها واشيل واحد ها رقم الكورس الغدروفي هو الرقم الفكرة التي تعلوه ناقص واحد ده 19 ده شاي المين شاي العشرين وده من افصلنا بينهم بده اول اتصال بين جسم وجسم الحيط دي اسمها نتوق مستعرض دي اسمها ايه ها نتوق ها مستعرض يا نتوق يا مستعرض انت ماشي كده عشان نروح تمسك فضلوع نفس الكلام ها نتوق ها مستعرض حلو الكلام نكز بقى في اللي حصل قدام عينيك الفكرة عشرين ده نتوق هالشاوكي ده شاوكي يا عم ده برضو شاوكي تمام بس ده كده الحتة دي هي مستخبية دي هي دي 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 كده نتوق مفصلي خلفي اللي الشاوكي بيشوز او اطلق من شوية طي ركز ده ايه بقى الحتة اللي قبه دي كده نتوق مفصلي امامي امامي ده خلفي الحتة الصغيرة المخفية دي خلفي يلا ايه اللي حصل بقى الخلفي وانت عندك خلفيين للفكرة واحد الخلفيين بتوع مين بتوع عشرين مسكين في اماميين واحد وعشرين في موضعي اتصال خلفيين باماميين ده كده اثنين تمافصل وعندك جسم مع جسم ده كده الموقع الثالث ليهم يبقى كم تمافصل الثلاثة تمافصل ما بين الفقرة والفقرة مفصل اسمه مفصل غدروفي ودول مفصلين زلاليين خلفي مع امامي وخلفي مع امامي بيسمى المفصل غدروفي بين الجسم والجسم وازلالي وازلالي بين المطوق المفصل الخلفي بتاع عشرين الخلفي بتاع العلوية مع امامي بتاع الخلفيين عشرين مع اماميين واحد وعشرين خلفاء واحد وعشرين هيمسكوا في اماميين اثنين وأش sinful сделали وهكذا هو التمافصل بتاعنا خلاص كده؟ خلاص كده تعال رجعلي بقى نفنش عمودنا الفقري بضميره ما تسيبش حاجه ما تسيبش حاجه نصطر ما تكروت ماشي حاضروا هيبتركز كده دي ملتحمة صح ملتحم انت خط هنا فيه نطقات مفصلية عشان نمسكه في بعض فيه تماثل حركة محدودة جدا هنا مفيش بقى ركز الاستاذة عجوزية اللي هم الخامسة في بعض دول مفيش نطقات مفصلية غير في اول واحدة بس اول واحدة اللي عندي دي كده هي اللي فيها ايه ها مات يا عم الام الاسمر يا مستر بقى يا مستر متعبش قلبنا عيوني عندي هنا الجزء او اول فقرة عجوزية فيها نتقان مفصليان اماميان ليه يا مستري عشان يعشقوا في الفقرة الاخيرة قطانية اللي هي اكبر فقرات جميعا يعشقوا في 24 دي فقى حاجة سهله خالص بقى ها وبعد كده ينتقى في نتقات المفصلية اسمها نتقات مفصلية نتقات تمافصل ساهم في حركة هنا العام الملتحم ها مش حركة يبقى اختفاء نتقات المفصلية من جميع الفقرات العجوزية مع ده الفقرة الاولى اللي هي الفقرة رقم كام الفقرة رقم خمسة وعشرين اللي هي الفقرة اللي هتلتحم تتمافصل بكل غضروفي مع السفليان الاربعة وعشرين بقى كده طبعا ما فيش تاني تمافصل هو بس فيه مفصل هنا كده المفصل ده مفصل بنسميه مفصل غضروفي ليفي اسمي الفي اسميه مفصل ايه غضروفي ليفيز بيباعي ثابت مع الوقت يعني مفصل بعدين يثبث مع الوقت فانت تعرف طبعا بحاجه بقى اني عندي كام عزمة في العامواد الفقري عندي ستة وعشرين عزمة بكم مفصل بخمسة وعشرين المفصل بتقل عن عجوزة بواحد بس اول مفصل بين الفقرة الا фотографية والثانية واخر مفصل بين العظمة 25 والعظمة 26 دول مفيش فيهم غضالية. مفصل للغضروفية. عشان كده انت تلاحظ ان هي مفيش فيها انزلاقات يعني. يعني اي حاجة تانية اصل فيها انزلاق مع عدل الاتنين دول. مش اصلا غضالية. مفيش كرسو غضروفي اساسي. يبقى الفقرات عقدادها كم? عقدادها 6 او العظام عقدادها كام من عمور الفقري 26. كم مفصل 25. كم كرسو غضروفي 23. كم مفصل غضروفي 23. ليه? اول مفصل بالاولا والتانية واخر مفصل بها. 25. 26. ما فهمش غضروفي. بس كده. بس هي مفاصل. مفصل بس من غضروفي. سهل جدا يا مساء. خش معي بقى بحتة اخيلة هين. اللي هي. بص كده. نوضوع الانحناء. عندك عنقية ملها ها? 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 انحناءها للامامة ها? واد يعمل ان تقول الشوكي للخلفها. زهرية منحنية للخال. ها? يبقى يلا منحنية امام ها? خالس ها? قطنية امام ها? عجوزية وصصية للخلف. في الانحناء للامام للخلف ها? امام خلف. امام خلف. ده موضوع الانحناء. وده منظر زهري جايب لك طبعا ان فيه انفق شوكي هو اللي يزهر لك في القصة كلها. لعموض الفقر بتاعنا جماعة فان مش تدقوني. الدنيا سهلة والله والموضوع جميل وبإذن الله توفق معي. بإذن الله توفق معي. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. حبيبي. نايس للحطة صغيرة كده. بكلمك على الجنجمة وكافة تصدق ما يدخدوش من هنا حاجة. بكنا نحل اسئلتنا على الدرس. وستنى مني متحن الالكتروني يعجبك جدا. حديد قلبي. تعال. انت عندك حبيبة قلبة تعالي يا جنجمة صغير شوية عشان نشوفك. تعالي بقى. بص يا وحش. انت هنا عندك الحجة جنجمة. الجنجمة هي جزء من الهيكل المحوري جزء رئيسي. عبارة عن جزء. جزء خلفي او مخي اللي هو الجزء ده كده. بص كده بص كده بص حاجات دي كلها كده. بص 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 كل ده كده 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 كده. موجود معي كده في الاسم جزء خلفي او الصحنة هي الحكة دي بالزبط بالزبط كده. تعال كده? طيب. اتك الصحنة. انت عندك تمن عزام. ادي عزمة تانية التالتة الربعة. ادي اربعة واربعة في اليمة التانية. جزء المخي بقى عبارة عن تمن عزام. هم? تمن عزام. تمن عزام. تمن عزام. تمام? وبعين عندي ايه بقى? ها? يلا قبر شوية مستري بقى. وبعين عندي ايه? عندي جزء اجابي ده. نسا ونو مع بعض. عبارة عن كم عزمة? ها? عبارة عن اربعتاشر عزمة. عبارة عن ايه ده بقى? والله عزام الوجه. والفكين. الفك السفلي عزمي. الفك العلوي عزمة. في عزام يعني. مش عزمة واحدة يعني. بس الاسنان مش عزمة. يلا. مين تبع هيكل العزمي بس مش عزام? الاسنان لانها امتدادات وغلوزات من مين? من عزام الفك السفلي والفك العلوي. طيب. الفك السفلي ده بيتحرلك لتحت. والمفصل هنا كده. مفصل الفك السفلي ده كده اسمه مفصل زلالي محدود الحركة عشان بيتحرلك كده. خلاص? مفصل زلالي محدود الحركة بيتحرلك لتحت كده ويطلع لفوق. تمام? طيب. او اسف بيتحرلك لتحت. طبعا الحركة الفوق دي هو كده كده بيتجع رد فعل يعني. ايه بقى ايه زمي? اعزام الوجه والفكين وتجريف العينان والامف والتم. فرص كده? او تجريف عينين وامف اسف وازن. يبقى كده كده الفم جامع الفكين. يبقى تجريف عينين. هه تجريف امف تجريف ازن. دي كلها طبع اعزام الفك او اعزام اسف بجوز الايه? الجن. هيا. بقى لكده عندي ايه? عندي اعزام الجمجمة كلها تحسب تسعة وعشرين ليه? ما تنساش اني قلت لك اني في واحدة اسمها عزمة العمية وفي ستة في الازم. ما ترقص اندان ركاب ما ترقص اندان ركاب. فاتجمعت بجوز تسعة وعشرين. طب وظفت ايه? والله وظفت ان هي بتعمل ايه? والله انت خدت العمود الفقري من شوية بيعمل ايه? بيحمل حبل الشوكي خدناها والله قلناها. طب العمود الفقري هو دعمة رئيسية للجسم. صح? العمود الفقري هو اللي بيصل الجزء العلوي بالنصف السفلي. هو يحمل الجزء العلوي اللي هو الكفز السرلي ومين? الكفز السرلي والجنجمة. ايه بقى دي بتعمل ايه? بيبتحمل مخ بداخلها لانها علبة عظمية هتأكفل امامي مع خلفي. والخلفي ده ما تنساش اني فيه اطراف مسننة بنعزامه. ادي عزمة مع عزمة مع عزمة. العزمة دي بتتراكة اسنانها كده مع اطرافها المسننة. وتعمل مفصل اسمه مفصل ليفي. المفصل اللي في دوت مع تقدم العمر والطفل لما يبدأ يكبر ويشد. مع كالسيوم بيترصف ولبن وردعة وكده. يبدأ يتحول نسيجة عزمة. بدي انسيجة ليفية. تصل مع بعضها لهذه العزمة التمانية الخلفية. عند اطرافها المسننة اتصالا ايه? وسيقا. تحول ما تقدم العمر من انسيجة ليفية لانسيجة ايه? عزمية. من ليفية الى عزمية. وتبدأ تشد. وتبقى جمجمتك حجرة. عشان كده عزمة الطفل. وهو صغير اكبر من ميتين وستة. وانت ميتين وستة. ليه? عشان في عزم هنا بتلتحم ها في الجمجمة. كمان لما ارجع هنا بشكل سريع. ايه اللي انا شايفه? انا وانا طفل بيبقاش عندي لكس كده? ما بيبقاش عندي الفقرات العجوزية والعصاصية. ما بتبقاش عندي ملتحمة. بتبقى سايبة من بعضها. وتلتحم مع الوقت برضو. تتحول لما فصل اللي في وانسجة عزمية. وبالك الكل ده بيمسك في بعضه تاني. كمان عندك عزم في الحوض هتلاقيها برضو ماسكة في بعضها وهنشوفها الحسة الجاية. يبقى تعرف ان الطفل عزمه اكتر بكتير من متين وكامل. متين وستة. وتخش بتعدي رقم كبير مختلف عليه على فكرة. طيب. يعني بسيط طبعا اقل من تلتمية يعني. في اناس بتقول اكتر من كده واقل من كده. طيب. حبايبي هارجع كامل مع جمجمتي الحالو. كده خلصت خلصت يا مستر. اه خلصت. ان كده بتتكلم انها بتحمي المخ. بعد ما تعمل تجويف داخلي. والتجويف الداخلي بتاعي دوت بيجي بسيب ارتقاء الجزء الخلف التمن عزم المربوطين مع بعض اتصالا متينا عبر اطلاف المسننة مع الجزء الوجهي. طب بسيط في حتة اخيرة بقى. عندي هنا جزء نهاكلة في حتة دي كده. او هنا بالضبط بقى. اسمه بقى. اسمه. السجب المخي او السجب الكبير. اللي هو بيتصل من خلال مخي بالحبل الشوكي. في حبل الشاكو يمشي في العمود الفاقل كده بجائي. الحبل الشاكو دوت بيمشي في الحلقة الشوكية والقناعة عصبية من جوه. هيروح يمسك فين? يمسك في المخ جوه. عشان ده يحصل لازل نعديه ونعشقه اللي هو الفقرة الاولى العنقية الجنجم بتتتركز عليها عشان ندخل حبل شوكي عبر السجب اللي هو هنا كده في مؤخرة الجزء الخلفي للجنجم. اسمه سجب كبيل او سجب مخي يتصل من خلال المخي بالحبل ايه بالحبل الشوكي. وبكده يا عمي جنجمتنا خلصة. خش على اللي بعده بقى عشان تقفل هاي كده كده المحوالي. تعال يا وحش اللي بحوش. حيب قلبك الكفص الصدري. نصحة في شوية بقى كده قلناه يا جماعة عشان ده فيه شغل جامد جدا. الحبل كفص صدري عبارة عن طبعا ايه سديد دي مش معانا النهار ده. ده جزء احزام صدري جزء طرفي هيكل طرف. الحبل كفص صدري عبارة عن ايه? عبارة عن عزمة القص. ادي عزمة القص. عبارة عن اربعة وعشرين ضلع اثناشر زبن عبد الوعان. مت اسماين الزي? اولا بس دلقه ده مقوس كده. بص 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 بص. من خلف الام او ارام الخلص. عزمة مقوصة. ماسك في الامام بالقص والخلف بالمتؤان المستعرضان للفاقرة العيلة الظهرية. ماستعالك كده. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. كما في الامة التانية. انا هقول لك يا تعالى عام هتبلي نفس اللون البنافسية الجانية. الله وحش. قلب نفسي الجميل نفس اللي يلا عنا ها واحد ها اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة الميستر بيعمل ايه الميستر جايب لك اول سبع ازواج من الضلوع دول الماسكين في القص اتصال مباشر اها بص بص رايحين ها رايحين ها مباشر شايف ها على القص عدل على القص ها ادي الخامس ادي السادس ادي السابع كده فيه 14 اتصال سبعة وسبعة اسمها دلوح حقيقية يلا ما هي الدلوح الحقيقية يا الدلوح التي تتصل بعزمة القص الاتصال مباشرا كمل في عندي حاجة تانية اسمها ايه بقى اسمها دلوح غير حقيقية ليه مين تعالي كمل معايا شايف تمانية وتسعة وعشر اهمة تمانية تسعة عشر رايحين على القص عدل التامن رايح على القص بس واخد سكة السابع بص مش ده السبع السبعة اها التامن ماشي في سكته التسع ماشي في سكته العاشر يبقى عاشر تامن تسع عاشر مش هيروحوا على القص غير من سكة السابعة تامن تاسع اها تامن ضحفن ماشي من سكة السبع اها تاسع عاشر رايحين على القص من سكة مين من سكة السابع فدول مسكين في القص بس بشكل غير مباشر لانهم مسكين في القص عن طريق طريق ضلعين السابع او ضلعين او زوج الضلوع السابع حلو الكلام حلو الكلام طيب مطلوب من اقترب جامد جدا بقى حاجة الكلام كانت اخدت كم زوج من قبل الوقت عشرين زوج لأ عشر ازواج عشرين ضلع يعني لكنه يكون عشرين ضلع مسكين لما عشر ازواج مسكين في القص وانت قلت له انهم اربعة وعشرين ضلع ناسلك كم ناسلي اربعة لما زوجين حداشر ادي احداشر اتناشر ادي اتناشر ايه فاق تمنتاشر فاقرة تمنتاشر اه دي اسمها مضلع حائمة يعني حائمة مسكة في الفقرات من الخلف بس ما لفتش مسكت في القص من الامان ورفرفة عشان تدي مساحة هنا للنفس والحجاب الحاجز تتحرك هي ربنا عمل كيه سبحانه وتعالى عشان يسهل حركة تعبرة الحجاب الحاجز لاسفل واعلى عشان نملى التغرفة السابع لهواء او نخرج الهواء اللي هو هواء الزفيق طبعا ادخل شريك نخرج زفيق اذا يا اصدقائي كانت عرفت ان هم تلات انواع من الضلوع حقيقية حقيقية اول سبع ازواج مسكين في القص مباشر غير حقيقية اللي هي اتهت ازواج اللي عندهم الدور الزوج تامن تاسع عاشر دول مسكين في القص بشكل جير مباشر والعائمة اللي هم زوجين من الضلوع او اربع ضلوع اتصلاهم بالفقرة من الخلف ولكن لا يتصلاهم بالقص من الامان ده اول زوج ده تامي زوج الزوج الحداشر اللي هو واحد وعشرين اتنين وعشرين والزوج الاثناشر اللي هو اتنين وعشرين اربعة وعشرين مسكين في الفقرة ثمانتشر وفقرة ساعتاشر اللي هي اخر فقرة زهرية مش حالة ان شاء الله وسهل طيب القفص الصدي ده بيعمل ايه؟ القفص الصدي دوت بيحمي القلب والرقاتين ودي وظيفته انه بيحمي الأعباء الداخلية زينا اخدنا قصة الجهاز الهي تاني سهلة خالص طيب يا عم القفص الصدي عندك كلام تاني عايز تقوله؟ اه عايز اقول حاجة حلوقة اللي هي انا لما تمفصلت بالفقرة الزهرية من الخلف قطرت عدم التمفصلات بالفقرة الزهرية تعالي تشوف بقى كده بهدوق؟ بهدوق خالص نحصل علينا انت هلما ترجع لي الرسمة دي بص كده تعالي لو نقيت لك فقرة زهرية وليكن مثلا هغير هغير خاصة اعتبر دولي عم زهرية تعالي اتفرج بقى الفقرة طيبت مسلا الفقرة كما اربعتاشر يجينا سميها خمستاشر دولي زهرية ايه؟ انا عايز عدد التمفصلات بالفقرة الربعتاشر يا عم قد خمستاشر حسب معي بقى كده؟ الفقرة الخمستاشر ما تمفصلة مع الربعتاشر في ايه؟ ها؟ في مفسن الغدروفي ومتمفصلة مع مين؟ مع ستاشر فقرة تانية ها؟ صح؟ ها؟ مفسلة مع ستاشر هاي حل بيه ببدو؟ ده ببدو قبرا عن ايه؟ قبرا عن غدروف يبقى يلا اول التمفصل لخمستاشر تمفصلها بالجسم مع الربعتاشر وبالجسم بتاعها مع ستاشر كده كام؟ كده فيه تمفصلين جسم اتنين تمفصل جسم زاد انا بكلمت لقتي عدد تمفصلات الفقرة الزهرية خد بقى باقي يكلمك على حاجة مهمة جدا اللي هي ايه؟ اللي هي التمفصل التاني بتاعها عندك نتقوم استعرض اه ده فقرة زهرية عندها نتقوم استعرضان وعندها جسمين مسكين في ضلوع كده نتقوم استعرض مع جسم في ضلع ونتقوم استعرض اليامة التانية مع جسم في ضلع كمان بنعندي زائد اتنين اللي هما اتنين نتقوم استعرض مع ضلع زائد اتنين اللي هما اتنين جسم مع ضلع تمام الكلام؟ تمام الكلام؟ خد بقى كمان الفقرة دية الفقرة كامة؟ فقرة 15 ماسكة بايه؟ ماسكة بالاماميين بتاعها اماميين في خلفيين 14 يبقى زائد اتنين ومسكة بالخلفيين بتاعها؟ فقاميين 16 يبقى كمان ادي اتنين في حاجة دي؟ ما فيهاش يبقى انت ما تعد معاي الخمستاشر ادي اتصال ودي اتصال كده جسم مع جسم كده اتنين جسم مع ضلع جسم مع ضلع كده اتنين انتقوم استعرض مع ضلع انتقوم استعرض مع ضلع كده اتنين اماميين مع خلفيين اللي فوقها وخلفيينها مع اماميين اللي تحتها كده اتنين واثنين يبقى انت بتتكلم ان هي لوحدها كفاقرة لها عشر مواقع تمفصل كفاقرة ظهرية مقولش فاقرة عادية عشان هي يا عيني بيخش لها قفص ويقفل معاها ارجع وفنش معايا اخر حتة معاك هنا اللي هي تفنشت القفص تخلمتنا على فقرات ظهرية وعلى ضلوع ايه القص دي بقى عظمة ومفلطحة طبقا من اسفل الجزء السفلي بتاعها تحتها بص 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 جزء غدروفيها الجزء ده كده هو جزء سفلي غدروفي عشان كده العظمة دي تتغذب طريقتين دم بايح للعظم الجزء العلوي بتاعها يغذيها وفي العظمة نفسه يدي دي بالانتشار مع الوقت يديها بالانتشار مع الوقت اتفقنا كده كده يبقى جزء العبامي المفلطح والسفلي ايه غدروفي خلاص طيب عايز بقى شوف القص دي اخل حاجة معاك كده في دقيقة ماسك فيها كام اتصال او كام مفصل معاك اولا فيه مفصل ما بينها ومن ضلوع مفصل غدروفي العلامة البنافسيجي دي علامة غدروفي يبقى المفصل بين الضلوع والقص مفصل غدروفي خلاص كده بس غدروف صلب يا جماعة صلب شوية يعني مرب من العظم طيب عدي معاك بقى مفصلها كده القص متصلة بعشرين ضلع عشان ازواك ومتصلة بطرقوتان هتاخدهم مع هالحسة الجاية يبقى عظمة القص متصلة باتنين وعشرين عظمة منهم عشرين ضلع واتنين طرقوة قوب كده حبايب قلبي فنشنا مع بعض وحضرتنا او دلسنا الجميل او حسرتنا الجميلة اللي خدنا فيها الدعامة في النبات وخدنا الدعامة في انسان نهاية المحورة بإذن الله دلسك بيخلص الحسة الجاية بس قبل ما تقفل معايا يلا بينا نحل مع بعض اسئلتنا على الجزء اللي تشرح يلا بسم الله حبايب يلا معايا بقى بسم الله على الجزء اللي تشرح بتاعنا بنجيب مجموعة اسئلة اهمة ونركز مع بعض البرس يقول لي عندما يزول توطر جدل خلايا النبات دليل على والله انت خدت معايا ان التوتر يقول له على دعامة فيسيولوجية زوال التوتر اه تعالى بقى زوال التوتر انت كده بتكلمني اني الدعامة الفيسيولوجية مشيت ما هو التوتر يعني انت فيها صح؟ انتفاخ! يعني اكتسابت مية دعامت من الخارج عام видеعامية الفيسيولوجيا وبالتالي التوتر الجدار المجدود كل دا اتعاكس هيبقى خلاص هيبقى فقد النبات ادائها انت صح نبات من الس succO سهلة بقى ها خلاص كده يبقي زول التوتر توجود خلايا النبات دليل على فقد من فقد النبات دعامة في الس succO بول لي اي الاشكال التالية يعبدل عن علاقه من عدد فتحات السغول الموجودة في اوراق النبات ومقدار الدعامة السيوجية التي يكتسبها. هتقولي انت بقى فتحات كتير يبقى نضح كتير فقد كتير. اقول لك الصحة بقى. وقال لك عدد الفتحات بس ما قالكش الفتحات دي نفتحها لمفهولة يعني فتحات الصغور دي صغور دي صغور دلوقتي. صغور عدد صغور. افهد عندي الفين صغر بس متقفلين بالكيوتين. الفين الفقد. يبقى انا رأيي انا بقى كده انك تاخد ان فيش علاقة. فيش علاقة بين مين ومين? بين عدد الصغور وبين الدعامة فقدة او تساب. ليه يا مستر? عشان لازم يقول لي ان في نبح ولا مفيش. بس كده. ما قاليش ما قاليش انها صغور مفتوحة ولا مقفولة. ما قالش سيت نبح خلاص كده. فانا رأيي انها اختار دي باق اللي هو الاسمة التانية دي كده. انا رأيي. ليه يا مستر? عشان انا شايف انه فيش علاقة بين عدد فرحات الصغور والدعمة في السيوجية بدليل. لو رصبنا كيوتين العدد موجود بس انت مفقدش حاجة. افرع عندك مليون صغر بس متلصب عليهم مقفولة. مليون صغر بس خلال حاليسة مقفولة. فين الفقد. لازم يقول لي شرط ان في فتح ولا قفل. ما قالش. فان شاء الله الاعلاقة سابتة. مفيش علاقة اساسة. طيب. كمل معا. بولي وظيفة اساسية لمواد الدعامة التركيبية في النباتة. والله الدعام التركيبية انت خدتها معايا بتتلصب على الجدار الخارجي او الداخلي عشان تعمل صلابة وكوة. دور عليها يلا. فاش انت قال مواد سمع المرونة. اقتي امشي جيين. لانك بتلصب من بره وبتعمل تغليز. فبتدي صلابة وبتدي شكل للجدار. بتديه زاد سمك. فالمحافظة على شكل النبات والخلايا النباتية. كمان لما تقفل من بره بالكيوتين بتمنع فقد المقفى بتحافظ على الشكل بالعدم الانكماش. كويس. اربعة تصل العمود الفقري بالهيكل الطرفي وباقي اجزاء الهيكل المحولي على الترتيب بمجموعة الفقرات الايه تعالي دي. خد بالك بالراحة. العمود الفقري عشان يمسك في الهيكل الطرفي بيمسك في الهيكل الطرفي خد بالك من منطقة الصر لكده. اللي هي ايه? انها بتكلم انه ماسك عبر الاجزاء وافقات الظهرية اللي عندي. وبعدين عندي عجوزية بتمسك في الحض من تحت ودي هناخدها الحصة الجاية لسه ما تكلماش فيها اول. بس نفهمها من هنا يعني. طيب يبقى لما اتكلم العمود الفقر يتصل بالهيكل الطرفي وباقي اجزاء الهيكل المحولي. يعني عايز مين الاول? عايز الطرفي الاول. وبعدين المحولي بعد كده اللي هو اتنين. على الترتيب بقى. صح? طيب. يبقى اي حاجة تبع المحولي تتخد في الاخل? اي حاجة تبع الطرفي تتخد في الاول. طيب. العجوزية بتمسك في الحوض من تحت والحوض طرفي. او تمسك في الحزام الحوضي وحزام الحوضي طرفي. والعنقية والصدرية. العنقية مسكة في الجنجمة والجنجمة محواني. الصدرية مسكة في الكفز الصدري. الكفز الصدري محواني. يبقى جابتي تبقى. وانا مجر ما فكر كده. خش على انا يسألك عليه. لا يوجد متوقات مفصلية في معظم الفقرات مين? والله لسه ايه لك ان العجوزية وانا اشرح. العجوزية اول فقرة فيها اللي فقرة رقم كام? رقم خمسة وعشرين. هي اللي فيها ان تقوم في صديق امامي. عشان يمسك في مين? يمسك في الخلفي. بتاع اخر فقرة قطنية. والباقي مفيش لانهم ملتحمين. يبقى في معظم العجوزية. رش على غير. انت عندك بيقول لك ايه? خلية نباتية تركيز المحلول داخل فجوتها كام عشرين. مدام كده بعمل كده. تمانين في المية ماء. لوحز انتفاخها. تنتفخ يبقى تتحط في مية اعلى بقى. اكيد في مية اعلى من الثمانين عشان انت ايه? تنتفخ وتكتسب الدعمة فيسيولوجي. يبقى دور على مية اعلى من ثمانين. يبقى دور على تركيز اقلي من عشرين. ما هي كده? دور على تركيز اسموزي اقل. اسموزية منخفضة يعني المية اعلى. تقوم تعمل ايه? تعالى. يلا رقم معايا بسرعة يا حبيب قلبي كده? هاخد ايه بسرعة? اه خدت العشرة في المية. لان عشرة ده كام? تسعين في المية. تسعين في المية مية. ليه عشرة في المية تركيز. تدي التمانين في المية تقوم تزودها في المية تزود حجمها وتنفخها. سهلا. بولي ازا تحول محلول فجوة عصارية داخل خالية من خلايا بزلة التلمس. من مخفف الى مركز. عطش ولا شبع مية? عطش. ما ده من مخفف المركز يبقى اللي حصل? عطش. ايوه مركز عطش. يبقى اكيد حصل فقد المين? للدعمة الفيسيولوجية. مركز يعني املاح زادة مية قلت. يبقى فقدت الماء. دعمة مؤقتة. مش دايما زي التركيبية. التركيبية هي اللي دايما بسبب الترسيب. طيب. تعال معاي. بولي في تجربة لتوضيح العلاقة بين كمية الماء التي يمتصها النبات والكمية يفقدها خلال النفح في اوقات مختلفة في ماليوم. ظهرت متائج كما في الاسم الباني التالي. جايب لي والله معدل الماء المنتص في خط متقطع كده. وده ثابت. الماء المنتص ده ثابت. طيب الماء المنتص ده ثابت. بعدين جايب لي مين? جايب لي الماء المفقود اللي هو النتح. جايبه بيعلى وبينزل. لاحظ بقى. مرور الوقت. في الاول كده كان في زيادة في الفقد النتح لاني اكيد كنت في النهارة. لما جي الليل عقلك تاني والنتح بطل. يبقى انا كنت بفكت دعامة في السيوجية بفكت دماء في ساعات النهار بسبب اتفاع الحرارة. وبعدين بدأ ترجع العقلي تاني لما الليل جيه. ايه ده? كنت بفكت ارجع دعامتك تاني او حافظ على الدعامة حافظ على الشوال الفضلين بقى. انت كده هتوقت تفكت هتخربها. رجع نفسك وارجع على عقلك كده. وحافظ على الشوال الفضلين. يبقى انت رأيك ايه هنا? الدعامة يتقصر ما ينفعش تقصر. كنت بفكت دعامة ورجعت العقل تاني. استعيد النبات للدعامة اه بعد اتناشر ساعة رجع معدل النتح تاني قل. يبقى بطل تفكر. يبقى انا رأيي انه يبقى يستعيد النبات دعامته الفيسوجية بعد مرور اتناشر ساعة من بدء التجربة. فرش على غيره. بولي يبلغ مجموع عزام فقرات العمود الفقر في الانسان ايه? لا طبعا دي هنا فيها غلطة اكيد. ما دم قال لي مجموع عزام. انت عارف انهما كفكرات كم? كفكرات عاملة كده. كفكرات. ما دم قال عزام في عندي عجوزية خمسة بواحدة ملتحمة. واصاصية اربعة بواحدة فبالتالي بيوصلوا الكام لما انت اخدت معايا ستة وعشرين. ده اشأل سهل اصلا مش اقف عنده كتير. بولي بالانتقال من فقرات العجوزية المين? للفقرات العصعصية. ايه اللي يحصل من عجوزية لعصعصية? لازم تاخد معايا غتها كده القاعدة المسلسة عجوزية عريضة من فوق تنزل 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 كده طبعا العجوزية دي ما لها? مفلطاحة وعريضة وملتحمة. والتاني العصعصية صغيرة وملتحمة. انزل انزل انزل. اللي حصل. الحجم بيقل. والعجوزية خمسة. عصعصية اربعة. عدد يقل. يبقى يقل لكل من الحجم والعدد. نحس اني بجابعة طول لان شرحت لك. طيب. كمل معايا. بولي كم عدد الضلوع التي تعتبرها حقيقة فات الشكل. لسه قافل معك من عشر دقايق. ضلوع الحقيقية ليه مسكة في القص بشكل مباشر. احنا قلنا ان هم اول سبع ازواج اللي هم اربعتاشر ضلع مسكين في القص بشكل مباشر. الفقرة الاولى من الزهرية. اكبر من اخر قطانية. لا قطانية اكبر من اي حد. اكبر حجما من اخر فقرة زهرية. لا انت الحجم بيزيد من فوق لتحت. يبقى الاولى زهرية اللي حجم من اخيرة زهرية. اكبر من اول فقرة قطانية ما ينفعش. هي اصلا ما هيش دعب قطانية. قطانية اكبر حاجة. هي دي. اكبر من اي فقرة عنقية. ان العقية متوسطة. وهو اقل لي كده. ان الزهرية اكبر قليلة من العنقية. يبقى جابتي دهير. تعالي على غيره. بولي اي مما يلي ليس من وظائف العظام. خد من اخوك. العظام بتخزن بعض العناصر لانها بتخزن كالسيوم وفوسفور وماغنيسيوم. بتثبت العظام بالعضاءات? لا. بيعمل كده حاجة هناخد الحصة الجاية اسمها الاوطار. التخزن الاملاح الزائدة. اه بتاخد معي ان فيه هرمون اسمه هرمون الكالسيتونين. بيجي عالكالسيوم الزائد في الدم. يسحبه يخزنه في العزم. فالعزم هو عبارة عن مكبرة. اسف في اللفظ. ما زبالة باشد فيها الاملاح الزائدة تتخزن فيه. دي من ضمن وظائفه. حماية الاعضاء الداخلية. اه لسه ااخد معي ان المخ بيحمي الجنجمة. العمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي. وكمان الكفص الصادل بيحمي القلب وروقتين. كمان العظام بتحمي انه خائع العظم يتخد في المناعة. يبقى جابتك باق. ليس من وظائف العظام. خشي معي على اللي بعده. بيقول اول فقرة بمنطقة البطن. ليه اول فقرة قطنية. مالها. يليها اللي ماستو بلا العامل اول. والله دل عامل اول في تمنتاشر بيليها تسعتاشر. اول فقرة قطنية. منطقة البطن دي فقرة كان عشرين. اول قطنية. اول فقرة قطنية. ماشي الكلام? طيب. يسبقها فقرة اكبر منها حجما لأ اللي وراها تسعتاشر هي عشرين دي اكبر حاجة لانها اكبر او اكبر حاجة يعني اكبر من مين اكبر من تسعتاشر خلاص كده طيب بعين يقول لي بقى يقول لي يوجد بقى اربع عنواع مزواج النتوءات ايه ده ده العام في الكهان ده ده النتوءات دي ما لها عند ده النتوءات دي خدنا اتنين مستعرضان وخدنا اتنين اميان اتنين خلفيان واحد هم اصلا كده كده ازواج واحد طيب يزبقها الفاقرة التي يتصل بقى الثاني الشاز اه ممكن الثاني الشاز ده اللي هو اصل الدلوع العائم بس كان صحي يقول لي الزوج زوج الدلوع الثاني ممكن تمشي دي لها فقط تسعتاشر يبقى يزبقها تسعتاشر هي اجابة ده دي اوضح اجابة بالنسبة لي طبعا دي اجابة سهلة جدا خش علي بعد الفاقرات العجوزية اصغر حاجة من القطنية باللغة من انها اسفلها ازاي والله العجوزية اصغر من قطنية باللغة من اسفلها بص العجوزية اخد بالك انها تحت وشايلة كل حاجة بس هي متشالة من مين متشالة من الحوض الحوض ساند معاها لاخد الحصة الجاية عجوزية مالها العجوزية صغيرة عن القطنية القطنية شايلة اللي فوق كله بس الحوض بالنصف السوفي ده شايلين كل حاجة بقى يبقى انا رأيي كده ثقة للجسم توزع الظهرية ولا قطنية ما ينفعش الظهرية متشلشي ثقة للجسم الظهرية دي مش شبكة في القفص الصدري بس قطنية اه شايلة بس شايلة النصف العلوي انما النصف التحتاني بتاعك هو اللي شايل كل حاجة يبصيك للجسم يتوزع على عظام الحوض طب يا استاذ ليه العجوزية اصغر بفوت تبقى اكبر اقولك لا كده كده هي مسندة على عظام الحوض فالعجوزية مش حسنها تبقى كبيرة صغيرة لان الحوض شايل معه اجابة تبقى جين شوف مع بعض كده نايس ليه حاجة بسيطة خالص سؤال 16 وليه عدد الاقراص الغروفية بالعبود الفقري والله يقولك انت عندك 23 كورسو غدروفي انك عندك 24 مفصل غدروفي او 24 مفصل عموما ليه اه تعالي 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 لا 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 انت عندك 23 مفصل غدروفي بس عندك اسف عندك 25 مفصل عندك 24 مفصل للمتمفصلة بس فيه مفصل زيادة مين من العجوزية والعصاصية فانت تبقى عارف انك اكراس الغروفية بتقل عن عدد المفصل المتمفصلة بايه بواحد عشان فيه اول فقرة او ثانية فقرة ما فيش بينهم حاجة 23 كورس طيب قدامي حلقة شوكية الحلقة الشوكية دي تقالي فيه مشكلة حصل ان الجزء بتاعها التجويف الداخلي ده اللي هو الحلقة دي تتصف فيها عظام وبعد كده يحصل كتامت بقى قفلت تصبح قراءة صلابة لا طبعا ده الترسيب ده بيزود صلابة كالسوم احتكاك لا طبعا ده ده تجويفة ملأ طفل المرونة مناش دعو بالحركة الحركة من وضعتها مفصلة بس ممكن قفلتي بلانيا مرور من خلاها الحبل الشوكي ودي سهلة من نسباني تعالي بيقول لي يفسر زيادة حجم التجويف الصدري اثناء الشهيك علما بان الحجاب الحاجز على هكالية تحض القفص الصدري من الاسف حجاب الحاجز اهم طب ايه اللي يزود تجويف الصدري خبالك دي حتة واحنا بنشطح ما تكلمناش فيها قوي بس طبعا السؤال جايب جايبها يعني خبالك اني القفص الصدري اللي هو وظيفة تانية اللي هو ايه اللي هو التنفس انه هو بيتسع للامام والجانبين حقوق الدلوع كده دلوع مع عضلات الدلوع بيوسعوا الامام والجانبين عشان يخر الهواء مع الشهيك والعكس ينكمشوا اسناء الزفير حجاب الحاجز بينزل لأسفل عشان يعبي في الشهيك يطلع لفوق عشان يطرد مع الزفير يبقى جابتي اول حقوق الدلوع للخارج والحجاب الحاجز لايه لأسفل عشان باتكلم على شهيك اسناء الشهيك دخول هواء سؤال الجامع التسعتاشر بولي نخاليها النباتية نظام اسموزي لاحتواءها على خليل النباتية عندها نظام اسموزي بعدها كدلة على سحب الماء ايه السبب في كده والله لانها بتحتوي على املاح اعلى من مية ما عندهاش كدلة على السحب بسبب املاح اعلى من مية وده عشان يحصل لازل ان تختار لي انها فجوة عصرية مملوقة بمحلول زوجه دمائي مرتفع جهد مائي مرتفع معناها ضغط اسموزي عالي وده يدل على زيادة املاح نقص ماء جربها على نفسك تكون عشان قوي تحط الماء على بقك تشرب بنهم بتموت وتتشرب تاخد مجهود اسمو جهد مائي عالي يعني انت عملت تطلب مية كتير تشبع خلاق جسمك خلاص عمر بيكون عندها نظام اسموزي وهي شبعانة مية شبعانة مية يعني جهد مائي منخفض ما بتسحبش مية كتير انما عشان اني بي عندها نظام اسموزي وتبينينا اني في دعامة نازم تعمل ايه عندها جهد مائي ملتفع يعني عايزة مية كتير اسموزي التعالية اجابتي ايه اخذ النقطة معايا بولي اقصر النباتات تأصرا بالدعامة فيسيولوجية بص عبيبي نباتة الخشب الدورة مش هندخلوه في حوالنا منعظمها خلايا ميتة اساسا الصحراوي منعظمه او في معظم اوقاته مالو عنده فقد خسرنده عنده باستمرار ده مين ده النبات مين نبات الصحراوي طيب التاني ده ما يدقش يصلي ويعرفني الدعامة فيسيولوجية يحورها طيب نبات العجب بقى اه العجب دوت عنده قدرة على الاكتساب وعنده قدرة على الضغط حسب المناخ بقى يكتسب والحرارة يفكر وانتصاص ونجح فده اللي هيبين اللي التأصل بالدعامة فيسيولوجية من فقد او اكتساب اوضح واحد ده في معظم في معظم اوقاته مفيش اكتساب على طول عطشان على طول ضغطه اسموزي عالي يا جماعة هو اي نبات مالح طبعا ده عادي من الامتصاص اصلا لانه هو ضغط مفيش ضغط ايه ضغط جوي ضغط اسموزي عنده اساسا خدمها في سنة تانية يبقى النبات العجب بتاعي هو اجابتي عشان هي اللي ممكن تفقد او تكتسب كده حبايب قلبي حلت معاكم بعض الاسئلة على الجزء اللي تشرح مش هنبطل مراجعة مش هنبطل امتحانات الالكترونية على الفيديو دوت مستني فيه معك امتحان الالكترونية هتحله معايا مستني هشوف ادائك فيه هيبقى عامل ازاي ان شاء الله يعجبك خلاص فيه كل فنيات هننزلها مش حاجة هنسيبها لك ان شاء الله مستنيك بنفنش مع بعض دكس الدعامة في المحاضرة الجاية حبايبي كنت سعيد بكم ان شاء الله كونوا في فقت معاكم بازن اللي هنقضي مع بعض احلى سنة وانقضنا نفسنا من شهر اثناشر وان شاء الله بنخلص منهجنا ونلاجع ونعملك كل انتو عزيني حبايبي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم السيد مقلب من منصد ساتوب لتبليس مادة الاحيان